السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضانكم كريم تقبل الله وصيامكم أسأل أهلي العراقيين سؤال قبل ما أبدأ الحلقة شوكت رح نشتغل على أنه نغلي دمنا الرخيص اللي صار رخيص لنشوف رخصة اليوم بالموصل وبغداد وبالكرادة وبمناطق كثيرة من العراق شوكت رح نغلي دمنا شوكت رح نصعد بورصة دمنا سؤال لازم نتفكر به شوي مرحبا بكم أحبتي مشاهدي قناة الفلوجة الكرام وحييكم في الحلقة الثالثة من مساجلة هذا البرنامج الحلقة الرابعة من مساجلة هذا البرنامج الذي أطلقناه في رمضان ورحب اليوم سنصضيف من بغداد القيادي في الحجد الشعبي ومنظمة بدر السيد كريم النوري المتحدث بأحد المتحدثين الكبار باسم الحجد الشعبي ومن عمان الباحثة السياسي رعد هاشم الأكاديمي مرحبا بكم ضيوفي الكرام ومساجلة لغة واصطلاحا هي التعليق من طرفين على قضية معينة أو الإجابة على سؤال محدد من طرفين تتقاطع ربما آراؤهم حول فحوى هذا السؤال دون أن يصل الحوار بينهم بالضرورة إلى غالب أو مغلوب وضيوفي الكرام اليوم سيجيبون بكل حرية ومسؤولية حسب رغبتهم عن الأسئلة التي ستكون في صلب المواضيع التي تشغل الرأي العام العراقي وكل على طريقته ترجمة نانسي قنقر كما ننتظر منكم جمهورنا الكريم بعد متابعتكم لمساجلة اليوم والتي تبث الآن مباشرة على موقع قناة الفلوجة في فيسبوك والموثق بشار الزرقاء ننتظر منكم مساهمة فعالة في استفتاء حلقة مساجلة لهذا اليوم والمشور على صفحتي في تويتر أنا عمر الجمال سؤال الحلقة لهذا اليوم استفتاء اليوم يقول بعد تصاعد وتيرة التفجيرات الأخيرة الإرهابية جبانة كيف سيتحقق الأمن في البلاد هل سيكون بإصلاح الوزارات الأمنية أم بتسليم الملف الأمني لقوات شعبية أم سيكون بدمج القوات الرسمية والشعبية معاً التصويت باقي اليوم غد والتفاعل مع الاستفتاء من حضراتكم يكون باختيار رقم الإجابة التي تريدون لنسبتها الارتفاع وبالعودة إلى استفتاء حلقة الأمس فقد كان رأي الجمهور بالجهة التي ستحدد توقيت معركة الحويجة كان الرأي الأغلب بأن التحالف الدولي هو من يحدد توقيتات هذه المعركة وليست البيشمرق أو الجيش العراقي نبدأ الحوار بعد الفاصل نبدأ الحواراً اليوم بالتوجه بالتحية للسيد كريم النوري سيد كريم رمضان مبين عليك كل شيء اليوم رمضانك مبارك الله يتقبل صيامك حياك الله سيد عمر أنا لا أعرف يعني نعم رمضان كريم سيد عمر الله يسلمك يمكن شبكتها بالتسمية مالتك أنت متحدث مشهور باسم الحجد وأنت قيادي بارز في الحجد الشعبي وقيادي بمنظمة بدر فأنت اختار التسمية اليوم للجمهور أنا أرى يعني أتمنى منظمة بدر يعني حتى نعم حتى يكون كلام شوي موجه تمام ماكو مشكلة منها منها يعني لا لا خلافات شي زين لا لا إن شاء الله ماكو خير وبركة أنا نرسألك اليوم عن مقدار قوة الحجد الشعبي اليوم وين وصلت قوة الحجد الشعبي بالتأكيد تحييي لك أستاذ عمر ولمشاهديكم الكرام ونظيفك الكريم في برنامج مساجلة بالتأكيد نحن قررنا أن ننقل المعركة من داخل المدن إلى الحدود وبالتالي المعركة بهذا الصحراء وهذا العراء يعني قد استطعنا تعريد داعش من التحصن العمراني في البعاج أو القيروان أو الحضر بالتالي الوجود إلى المعركة في مقربة من الحدود السورية إذن هو منعطف جديد وربما سيدفع عن الكثير من الاتهامات باعتبار هي حدود ليس هناك مباني أو يعني مواطنين حتى لا سمح الله يحصل أي خروق أو اتهام بالخروقات المعركة اليوم انتقلت إلى الحدود السورية وهي معركة طبعا بالتأكيد تعني أن داعش فقد الزمام المبادرة والسيطرة ولم يمتلك الآن أي قدرة على رد الفعل باتجاهنا يعني أي عمل مضاد لا يستطيع فعله ونحن نعتقد أن التطور الأخير على مستوى الوصول إلى الحدود السورية عشر كيلومترات على الحدود السورية هذا يعني أننا حقيقة نقلنا المعركة من داخل المدن إلى الحدود السورية تمام باختصار إذا أريد أسألك يعني أريد شفتها فالتعداد سريع عن قدرات الحجد الشعبي اليوم ما هي القدرات التي يتميز بها هذا الحجد اليوم قدرات الحجد الشعبي قدرة على الإقدام على الثبات على المناورة وهو يمتلك عقيدة وطنية صلبة لا يتزعزع أو يتزحزح لذلك هو يشكل منطقة رعب لداعش داعش الذي أرعب العالم كله بدأ مرعوبا من الحج الشعبي الحج الشعبي لديه القدرة على التواصل ويحشق ليس النصر وحده إنما يحشق حتى الشهادة كل هذه القدرات هل تؤهل الحجد الشعبي لأن يمسك الملف الأمني لبغداد أو واحدة من المحافظات هذا السؤال مهم أستاذ عمر هذا كله يتوقف على الإجماع الوطني يعني يجب أن هناك تصبح قناعة لدى أبناء الوطن هناك مكونات لا يمكن أن يكون لا سمح الله هاجز أو مخرق لأحد يجب أن يكون هناك قانون نعم القانون قد يسمح يتيح للحجد الشعبي كانوا في 2014 يطالبون حتى أبناء فلوجة أبناء صلاح الدين يطالبون بإخراج قوات أمنية حتى ترمى بالحجارة في 2014 بسبب بعض الأخطاء وبسبب المنصات اليوم يطالبون بس هل الموصل يحتجوا على القوات الأمنية أو على أي خلل ممكن يحدث في عمل هذه القوات شفنا احتجاجات في بغداد قبل أيام على القوات الأمنية في وسط بغداد لو يختلف هذا الاحتجاج عن احتجاج أهل الموصل احتجاجاتها للموصل على القوات الأمنية الرسمية شنو الفرق بين هذه الاحتجاجات؟ يعني لا الاحتجاجات بمعنى يريدون أن تأخذ القوات الأمنية دورها وتمنع أي عمل تفخيخي عمل مضاد عمل إرهابي هذه الاحتجاجات في محلها أما احتجاجات بعدم يعني قناعتهم بإبقاء القوات الأمنية لا هذا ما احتقد احتجاجات غير مبرمة أوجه الشبه سأذهب على قوات الأمنية أو تقبل أركز لك السؤال بعد أكثر شنو أوجه الاختلاف أو التشابه بين احتجاجات الأهالي أو أهالي ضحايا الأهالي شارع فلسطين المشكلة اللي صارت قبل أيام فيه شارع فلسطين ما نعرف التحقيق وين حسم الموضوع المهم احتجاجات أهالي شارع فلسطين شنو فرقها أو أوجه تشابهها مع احتجاجات أهالي الموصل باختصار لو سمحت وتتشابه لا عسكره للمدين للشوارع يجب أن يكون السلاح بيد القوات الأمنية حصرا ونحن نتفق معهم لا يمكن أن يكون السلاح خارج عن حقيقة سيطرة القوات الأمنية كلنا وأي مشكلة يجب أن لا تحل عن طيق السلاح هناك القباء هناك حقيقة مؤسسات للحل أما أن يكون السلاح بالطريقة السعبة هذا مرفوض تماما تماما أنتقل لي السيد رعد هاشم من عمان رمضان كريم أستاذ رعد الله يبارك بيك كل عام ونتبع لك خير شكرا الله يسلمك يا رجل كل عام ونتبع لك خير أنت وضيفك الكريم يسلمك ما أدري إذا استمعت إلى حديث السيد كريم النوري بالكامل أم لا نعم استمعت يعجبك تعلق على جزئية معينة لو أسألك هاني يعني أحنا يعني أكو أمور ربما نتفق بيها أنا والأخ سيد كريم وربما أشياء نفترق أو نختلف بيها بيش تتفق وبيش تختلف يعني إذا أنا أنا إذا تسألني ربما أدخل لك المداخل أسؤالي إليك بماذا تتفق مع السيد كريم النوري وبماذا تختلف تفضل أنا يعني أتفق ويطروحات المتوازنة حقيقة وهو رجل حصيف في وصفه ومفرداته وحتى في تقديره في تمنياته ولكن يعني كثير من الأمور حقيقة على الأرض وفي الميدان يعني تثبت أكس ما يعني يتم طرحه سواء من قبله ومن قبل قادة الحشد وقادة أجهزة أمنية أخرى يعني على الميدان غير ما هم يطرحون تتصور يعني كيف أنه يعني كثير من المسؤولين الأمنيين سواء الذين زاروا مكان الحادث يوم أسب الكرادة وقبلها وقبلها يعني شعارات حقيقة براقة شعارات يعني لا تمت بصلة للواقع ربما أقرب ناسهم اللي بجنبهم اللي يعني يدينون هذه الحوادث أو اللي هم يعني معانين منها واللي يعني ضحايا هذه الحوادث ربما إذا كانوا أقرب أقرب بعيدا عن الحمايات ربما لا كانت الإجابة يعني بما لا يسرهم حقيقة فهذه شعارات على القنوات الفضائية حقيقة والطروحات وردية ونتمنها ولكن تحكي لي أنه هي على الأرض هي هكذا بكل تأكيد ويعني من بين سألتني حتى ندخل بالموضوع كيف أختلف معه إلى الآن إلى الآن صيغة المندسين التي يعني مللنا من عدها حقيقة تسكم الأنوف المندسين وهم كثر يعني حتى الأخ حاكم الزاملي لم يقل مندسين وإنما قال يعني اخترقوا مناطق من القائم إلى يعني هاي كلها إدانات أخي أستاذ عمر هاي إدانات للجهات الرسمية أنه هناك اختراقات هناك مندسين لا والاختراقات يقصد بيها اختراقات داعش المندسين اللي يستخدمها الحشد لبعض أفراده أو ل أنا أقول يعني هذه وتلك يعني كلها تدين المظلومة الأمنية زين لأنه تدل على أنه ثلاث سنين إحنا من تأسيس تجربة تأسيس الحشد الشعبي وهم غير قادرون على القضاء على هذه الظاهرة حقيقة يعني كثير من الأمور هذه لا يقتنع بها يعني ربما حتى طرحي أنا لا يقتنعون به هذا يعتبرون تنظير أقصد الأوساط الشعبية والجمائرية يريدون حلول الحلول لا تقمن بهذه التصريحات ولا بهذه الصور الوردية ولا بهذه المقترحات اللي ربما هي تلقيعية بالتأكيد الحلول الجذرية العمل الجاد لأجل تثبيت وترسيخ الأمن بكل مدن العراق ليس في بغداد فحسب يحتاج إلى أجراءات جدية كيف أجراءات جدية ونحن نتحدث وأيضا أعود لك لكلام الزاملي وغيره من أستاذ المسؤولين إلى الآن يتحدثون عن ضرورة تنسيق تصور يعني ضرورة تنسيق بين الأجهزة الأمنية يعني نحن فيها مرحلة متراجعة ومتخلفة أنه إلى الآن ضرورة تنسيق بين الأجهزة الأمنية اللي تمسك هذا الملف أو ذاك في هذه المحافظة أو تلك فحقيقة هذه الأمور ممكن أن تزيد من إرباك الشارع وتزيد من هذه الفوضوية اللي تشجع على حصول مثل هكذا حوادث للأسف زين رأيك بقدرات الحجد الشعبي اليوم هل هو مؤهل لأن يمسك جزء من ملف الأمني أو يمسك الملف الأمني مثلا للعاصبة أو في منطقة أخرى أستاذ رعد أستاذ عمر أنا من أكثر منتقدي الحجد الشعبي لكثير من الحصول للإرباكات والانتهاكات التي نقول أنها سميت باسمه ألصقت به كما يشير دائما السيد العبادي أنا من أكثر منتقدي له ولكن الدماء العراقية لدينا ودم الحجد الشعبي دم القوات الأمنية كلها غالية علينا لا نسترخصها ولا نسيء لها قط عن وهذه من المحرمات ولكن الانتقادات مثل ما توجه للشرطة الاتحادية لأنه يقصف بعنف الموصل أو مناطق القتال يعني اللي بيها متواجدين مدنيين ننتقده لإداءه لأنه قبل أن ينتقدنا نحن بالخارج ويسيء لنا من يصرح أنه بعض القوات الأمنية وربما يقصدون أثر شيء الاتحادية أنه يستخدمون الأفراط بالقوة ننتقدهم وهم غالين علينا والجزء الأمنية كلها غالية علينا وانفر بين أحد وأحد أقول أنه التجربة التجربة الفتية للحجد الشعبي لتقديري لا تأهله الآن لإمساك ملف أمني لأنه حقيقة هذه تحصل استفزازات معينة رباكات ربما بالشارع المحلي يعني في أي محافظة نقصد لك بغداد والمحافظات لدينا تجربة في صلاح الدين التجربة تشير إلى أنه الشرطة المحلية متدربة سنين وداخلين دورات كوادرها سنوات يحيدون والحجد الشعبي لأنه ذو سلطة إن صح التعبير سلطة أعلى أو وجود أعلى مع اهترامنا للتضحيات أكرر وأقول وللدماء المقدسة الزكية للعراقيين ككل ولكن يا أخي تجربتهم ضعيفة وإلا بالتالي شنو رئيس الوزراء تشتشه يقول للرأي العام يقول يعني يستغلون اسم الحجد الشعبي ويلصقون التهم جزافا عليه وهو من يقول أنه مئة فصيل في بغداد وكثير من القادة هناك يشيرون إلى أكثر من هذا العدد في ديالة وأقل من هذا العدد في البصرة كيف يكون المندسين هؤلاء لم يعودوا مندسين هؤلاء عصابات إذا لا تتفع مع هذه الدعوات بل إذا نتعود إليكم سيد كريم سيد كريم أستاذ رعد ما يتفق معك بأن الحشد مهيئ لأن يمسك ملف أمني في بغداد ربما التساؤلات الأخرى عن اللوجستية اللي يتمتع بيها الإمكانيات الأسلحة التنظيم الحشد ماذا يقدر يسيطر على بعض أفراده كيف يستطيع أن يضبط أمن عاصمة بالكامل فضل أستاذ كريم لا هو بالتأكيد ضبط أمن عاصمة ليس بالأمنيات أو بالرغبات أو حتى بالشعارات أمن العاصمة أولا ندرس مسببات الإرهاب جذوره منابعه الطرق الموادية له أتصور أحيانا بعض السيطرات عندما تتعامل بالأموال سيارات سواء تحمل بضائع فاسدة أو سلع ممنوعة تصور عندما تبدأ العوام بالمال إذن من هنا يبدأ الخرق فالذي يستعد أن يأخذ مبلغ من المال من أجل الأطعمة فاسدة لا يمتنع أو يتردد من إدخال سيارة مفخخة هذه النقطة الأولى لذلك نجد أن ضبط السيطرات ضبط مداخل المدين طبعا مهم أنا أيضا لعلي أتفق مع الأستاذ رعد أن القضية ليست تحل بهذه الشكل صدقني الأمن لا يحل بالسيطرات وحدها وليس بالبكائيات وإنما يحتاج إلى عوامل كثيرة منها عوامل اجتماعية سياسية تعزيز الثقة الثقة المفقودة يجب أعادة النظر بجميع الأداءات كنت مع وزير الداخلية في موقع التفجير شون ملابسات تفجير الكرادة البارحة؟ والله أكو معلومات أنا أيضا حذرت من ما يطلق عليه غزوات رمضانية لتفخيخ الأبرياء وخاصة المكان هذا المكان يبدو أيضا هو الذي جاء بهذه الانتحاري لم يذهب الحمد لله إلى الزحام الناس قرب الفقمة وإنما في الوسط وكان يبدو واحدة من اثنين بالتأكيد خارج بغداد ووصل هذه المنطقة مع السيطرات تتزامن دائما أستاذ كريم النوري دعوات تسلم الحشد للملف الأمني مع هكذا أحداث أمنية كبيرة شون السر يعني؟ لا قد تكون دعوات عاطفية نحن لا نريد فشال الحج الشعبي في إمساك قضية لم تترتب أو تستحكم بشكل جيد يعني إظهار الشيء قبل استحكامه مفسدة القضية ليس بالعواطف تحتاج إلى مقدمات لا نطلق خذ يطلق نعم قد ما ينجح به الحج الشعبي في مواجهة جبهات محورية جبهات نقطوية مواجهة مع داعش وجه بوجه صحراء خنادق سواتر ينجح ولكن هل سينجح في هذه التعقيدات يعني داخل المدن سيطرات دخول سيارات مواطنين هذا الحقيقة على مستفحان يعني سوى غير مهيئ لمسك ملف الأمني في بغداد في هذه السهولة ملف الأمني في بغداد معقد بالتأكيد لا لا يحتاج أن نضع المقدمات تمام يجب أن نضع المقدمات حقيقية أولا منافذ الدخول إلى بغداد يجب أن نضع فيها مثلا سونار عجزة بيات تقنية عالية هذه أشياء نزيهين يمسكون هذا سؤالي محدد الحجد الشعبي أنت في بداية الحلقة قلت موهل أن يمسك الملف الأمني وهسا قبل قليل افتهمت من عندك أنه هو بعد ما مهيئ بالكامل ليمسك هذا الملف بس خلنحسم هاي القضية لا هو عندما تهيئ له الظروف الموضوعية للأمن أنت أعتقد من يوفر لها ضروف من يوفر له هاي ظروف أنا لا منه لازم يوفر له هاي ظروف أولا من حيث الدولة العراقية الحكومة أدري الدورة ما توفر للداخلية للدفاع شون توفر للحشد يعني الحشد هنا في جهة حالة حي أول يعني هل توفر الحكومة لا لا هل توفر للحكومة مهما كانت أي حكومة في الأرض هل توفر لهذا الجندي أو بعض موجود في السيطات الفاسد توفر له النزاهة عندما تجد هناك رقابة صارمة لأخذ الأموال هذه واحدة من الأخطاء طبعا من التي يسمح بدخول السيارات واحدة من الأسباب القضية أستاذ عمر ليس بهذا الشكل بهذا القدر من السهولة القضية معقدة تحتاج إلى جهود إلى خطة كبيرة إلى أجهزة إلى أمكانيات إلى علاقات يعني نسبة النزاهة بيش حالة أفهم منك نسبة النزاهة أفهم منك أنه بالحشد أكبر من نسبتها بالمؤسسة الأمنية فعلا نسبة النزاهة بالتأكيد يعني أنا لا هو بالتأكيد بالتأكيد لا تجد أحد من الحشد بأموال يدخل سيارة لكن هذه الخضية يعني قد تكون ليس مضطردة يعني ليس عامة لكن في نفس وقتها بغض النظر حشد أو غيره يجب أن تضع أنت ضوابط وشرائط ومراقبة ومحاسبة دقيقة من أمن العقابة ساء الأدب لذلك يجب أن نعرف معقولة 13 سنة 14 سنة إلى الآن لم نضع خطة أمنية لمنع الخرق في بغداد اليوم الكرادة مطوقة يعني أنت الآن عندما تأتي من أي من جهة المعلق من جهة كرادة خارج حتى من الداخل الداخل مغلق فإذن هناك كثير من الإجراءات كيف حصل هذا الخرق؟ هذه حقيقة مشكلة يبدو هناك يعني إرادة أكبر من المكانيات المكانيات الحكومية لذلك قرروا يفجروا وفجروا إذن قضية أستاذ عمر تحتاج إلى دراسة إلى رؤية إلى استفادة من خبرات العالم إلى على الأقل أنت تدرس الأسباب وإحنا مشكلتنا بس النتائج ندرس النتائج ومنح المشكلة يجب أن نعرف الأسباب إذا كانت الأسباب تتعلق بفهم عقيد بخدمات بتعزيز الثقة لدى الآخر يجب أن نعمل جميعا بإزالة المخاوف من الآخر الكثير ربما الكثير ممن رحب بداعش كان يجد تصرفات خاطئة من بعض السيطرات بعض التصرفات الخاطئة في الموصل يعني علينا أن نكون واقعيين الحل يراد له شجاعه ليس مجاملات لا نزغي إلى تقارير للفاسدين الفاسد دائما يظل للآخر يظل للقيادات على كل حال القضية أستاذ عمر أستاذ رعد يعني ليش الكرادة بالذات في كل رمضان هذا الاستهداف الكبير نتائج التحقيقات ما تطلع كذلك همينا في كل تدهور أمني على هذا المستوى شنو رسالة المجاميع الأرهابية من استهداف تجمعات المدنية المكتظة بالفقراء يعني ابتداء هو على ذكر حضرتك إلى الآن لم تخرج علينا لا لجنة تحقيقية ولا يعني في هذا الحادث حادث الكرادة الأكبر في رمضان الماضي لم تتضح معالم حقيقية ولا نتائج لأي تحقيق يعني ممكن أن يدلنا أنا وأنتم المتابعين الكرام إلى حقيقة ما جرى وما يحصل مدينة يفترض حسب تصريع وزير رئيس الوزراء أنه منزوعة السلاح وهي يعني منطقة محصنة فيها دور المسؤولين يعني لا يستهدف أي إن كان وليس هي طبعا عفوا ليست هي دعوة لاستهداف أي إن كان من المسؤولين ولكن يعني الاستهدافات دائما بالأبرياء والمناطق يعني المفتوحة واللي بيها اكتظات سكاني مناطق يعني هذه المنطقة بالذات التي يقل يقل عنها أنها منزوعة السلاح وما ندري إذا هي نزعة السلاح أو لا لأنه تصريح لسيدة العبادي يمكن ومشى بعد ما در إذا طبقوا أو لا ولكن ألا عرفوا أن هذه المنطقة الحرس الرئاسي طبعا من الأخوة الأكراد بحكم كون مناطق هناك وأيضا للسيد الحكيم مناطق دور يبدو وزراء يعني غريب هذه المنطقة يا أما داعش إذا هو داعش بعلا إذا ما تصفيات يعني كثيرا ولكن الشارع يعتقد بكل يعني نقطة شاردة وواردة ويرسم عليها أو يضع عليها أكثر من نقاط أو نقاط تساؤل واستفهامات يقال أنه يعني هذه نتاج لخلافات ما بين أطراف سياسية إذا تم إذا تم تسليم الحشد جزء من الملف الأمني في بغداد سيد كريم النور يقول لك نحن عدنا جاهزية المنتسب الحجدي عند نزاهة ربما أفضل من كثير من منتسبين القوات الأمنية طبعا يعني بالتأكيد القدرات الحجدي الشعبي وهنا أنا يعني لست أنا بطور الإشادة بهذا المقام تضحياتهم هي تشير إلى ذلك ولكن أنا هنا أرسم إشارات أو أضع إشارات حول عدة ملاحظات حقيقة يعني السجل الواضح للحجد الشعبي لا يبشر بخير خصة في موضوع بغداد وأنتم ربما طرقتم أو يعني طرحتم حادثة المستنصرية أو شارع فلسطين عفوا هذه تبشر بخير يعني مشاجرة تتطور إلى إلى هم نقول مندسين أو نقول غير واعين أو نقول قطعات ما مؤهلة مدري وحدات ما مؤهلة هاي وحدة السيد عمار الثانية إحنا إلى الآن يعني من زعامتهم الأخوة المالكي والسيد صدر اثنينهم يشيروننا إلى ميليشيات هذا يقول لنا سيد صدر يقول ميليشيات وقحة ده يقول يعني أوكو ميليشيات والسيد المالكي أمس يقول أنه هناك ميليشيات تريد أن تطيح بمحافظات الجنوب يعني إحنا بحاجة الآن وطبعا من يقولها واحد سني لو يقولها مثلي ومثلك ها عذرا لهذه التسميات من يقول ميليشيات يزعلون الجماعة إحنا الحشد مكانه محفوظ ومكانته محفوظة ولكن نريد الآن يعني أن يوصلونا إلى تعريف واقعي وحقيقي نستند ألو في فرز الميليشيات يعني سيد المالكي يقول لي أكو ميليشيات وأنا أمن أحطها لهذه الميليشيات يعني بغداد وأنا أمن عليها فعلا بكل محافظة والسيد الصدر يقول وقحة ما عرف إذا هي على وقع خلافات فيما بينهم أم يعني هي توجد ميليشيات هي توجد ميليشيات وهم باعترافهم يعني يريد يهزو براسة ظهر عنده في التعليق على بعض ما ذكرت فضل سيد كريم لا أنا أنا حتى يعني أنا حتى أي سيد كريم فضل لا هو حتى تتضح الصورة أزين ليس كل أخطاء تحصل في الشارع من بعض الأحزاب لديها مسلحين ينعكس على الحج الشعبي لا هذا كلام غير صحيح الحج الشعبي مكانه وظيفته هي في الجبهات يقاتل داعش هناك الأبطال يلتحفون السماء يتوسدون التراب بالسواتر لذلك بعض الأخطاء التي تحصل من بعض الاحتكاكات لا تعني أنها تمثل موقف الحج الشعبي أستاذ رعد فهنا يعني أستاذ رب لك مثل بعض أكثر أوضح مثل أوضح يعني الآن عندنا بعض العناصر تقاتل في سوريا مع الجهز السوري هذه لا تمثل الحج الشعبي تمثل مرجعياتها السياسية أستاذ رعد واضح فقصلي لا يمكن أن نعكس كل أخطاء على الحج الشعبي أستاذ رعد فالله أنا نعم نعم أنا قلت تجربة من التجارب العابرة أثبتت أنه يعني حقيق عكس رغبتنا نحن نتمنى أي جهاز أمني بكل المسميات بس المهم يضبطون بغداد إذا حطوها للحشيد راح تحسس الداخلية أو التحسس مثلا قيادة عمليات بغداد بكل تصنيفات راح تقول يعني إحنا على قولتكم مثل تحسس قبل شوية قلتوا عن مستوى النزاهة والله أنا شف في الجزئية يعني معرفة شلون ممكن واحد يربطها يعني أستاذ كريم النور يمثل على منظمة بدر وسيد قاسم الأعراجي منظمة بدر شون منظمة بدر تقول أنه بعض السيطرات الأمر الثاني أستاذ عمام هذا سمحت لي أستاذ كريم نعلق على هاي شوية الأمر الثاني أي دقيقة أستاذ رعاد أنت بدر شون تقول على منتسب الداخلية خضرة شوية هذا تابع الوزيركم قاسم الأعراجي بس فهمنا هاي شلون يعني لا أنا قلت بعض السيطرات أي لا لا عفوا هو حتى شوف أضربك مثل أوضح زين يعني أخطاء حصلت مع الرسول الأكرم الذي لا ينطق عن الهوى في معركة أحد تركوا الجبل وعصوا كلام رسول الله مو رسول أخطاء الصحابة أخطاء نحمل رسول الله مع الفارق لا لا ليس تحمل رسول الله إذا أحسنت فقصدي بعض الأخطاء لا نحمل بعض الأخطاء لا نحمل يعني معالي الوزير لكن هناك حتى في الجيش بعض السيطرات حتى هو نفس الوزير يعاني يعني بس النبي عليه الصلاة والسلام اعترف قال ذوله أخطاء وهاي نتيجة الغلاط شوكت رح يطلع المسؤول ويعترف يقول يا بي احنا أيضا من أي أي عندنا سجن إلى الآن وين ما شفنا وين وقدموا المحاكم وين القضاة وين المحاكم وين السجن لا 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 عفوا عدم المشاهدة لا تدل على عدم وجود القضية صحيح ربما أنك خلل يفترض الإعلام يبرز المحاكمة بعض الأشخاص بالحج الشعبية الآن صدق لي محكمة قدموا محكمة بعضهم وصلوا إلى حكم الإعدام بعضهم خمس سنوات صدق لي سيد عمر هذا حالة إيجابية أنت عندما تحاكم ليس هناك مجاملة ليس هناك يعني تساهل أو صمت هذه حالة إيجابية يجب أن يحاسب المسيح مهما كان ليس هناك حقيقة مهما كان انتماؤه وانتسابه يجب أن يقف أمام القانون والقضاء كيف يعلق سيد رعد فضل يعني أستاذ عمر أنا مع تقديري لما يتم طرحه ولكن أنا أفترض حاليا أريد أن أعطي يعني هذا السيناريو على وقع سؤالك يعني مستوى على الأرض أو وقوع على الأرض لن أفترض أنه أعطينا قطعات أو فصائل من الحجد الشعبي الحماية حماية بغداد أو حماية أي منطقة حماية بغداد هو مقر يعني موضوع سؤالنا أو موضوع طرح الحلقة أنا إذا أريد أخليها مثلاً فصائل معينة هي تتبع لعدة أحزاب هنا ستبرز لدى القائد العام أو لمن يضع يعني قائد الحشد تشوف منه راح تقع عنده بعض شون تقول الحزازات أو الحيرة في أن كيف يوزع تلك القطعات أنا لو قطعة أو فصائل موحدة وإن شاء الله موحدة بمقاتلة العدو بس إحنا نفهمه للكلام أنا وأنت والأخ كريب نفهمه للكلام أنه ربما فصائل تابعة لبدر يعني إذا وضعتها في مكان أو في مناطق سكنية أكثرية من العصائب ما أظن يصير هذا التجانس باختصار أستاذ رعد من العصائب ويروحون مكان باختصار أستاذ رعد باختصار أقصد أنه توزيع يعني يعني توزيع الفصائل على مناطق بعينها ببغداد وفق هذا التجانس الحزبي الممزوج يعني باختلافات عديدة يعني بأغلبيات محددة معينة في مناطق بغداد عندي سؤال أستاذ رعد عندي سؤال لا تفلح هذه المسألة لا تفلح ربما اليوم الحج الشعبي بات جزء من الصراع السياسي بأدوات أمنية ربما لا لا بالتأكيد يعني هذا الصراع أصبح أقليميا وأصبح يعني مصيريا حتى يعني ما بين يعني أطراف شتى هناك علاقة للتبجيرات الذي تصير والأحداث الأمنية ودعوات تسليم الملف الأمني إلى آخره يعني إلها علاقة يعني بعضها مثلا نعم نعم حصلت ولا ينكرها لا أخي أستاذ كريم ولا حتى هم المسؤولين المعنيين يعني اللي يمتلكون جرأة وواقعية في الطرح حقيقة حصلت أعمال يعني تهجير يعني أنا لا أريد أن أسود الصورة هناك حقيقة قادة أو فصائل متوازنة وهناك منفلتة حقيقة وحصلت في كثير من المناطق وإلى الآن يعني نازحين عدة مناطق بشتى الحجج والذرائع لم يعودوا إلى يعني مدنهم ومناطقهم نتمنى تمام أنه يعني كلها تزول هذه زين قاعدة لا تعتبر مثلبة لا على الحشيد لا على القيادة الأمنية ولا على القيادة الأمنية أنتقل لسيد كريم شكرا أستاذ رعد سيد كريم النوري هل بات الحج الشعبي جزء من الصراع السياسي بأدواته الأمنية يعني بما هو مفترض وبما هو واقع أو متوقع بما هو يفترض يجب إبعاد الحج الشعبي عن الصراع سواء الداخلي أو الإقليمي اليوم أنت سيد عمر سؤالي هل هو جزء من الصراع السياسي حتى الأزم الأخيرة هل صار جزءا من الصراع السياسي هو هو بالتأكيد هي يعني قهريا هو أصبح لكن صورت الأزمة بين الدوحة والرياض مع ذلك أقحم الحج الشعبي بهذه الأزمة بأن قطر كأنه ما دعمت بمعلومات مو صحيحة الصحافة هو معروف أن الحشيد مشروع أقليمي معروف الحشيد أجد يعالج مشكلة إقليمية لا نحن نريد أنойنا الحشيد أجد حتى يعالج المشكلة الإقليمية دولية عالمية هل دخل إلى العملية السياسية وصار جزء من المشكلة السياسية جزء من الصراع السياسي جزء من المشكلة الداخلية للعراق هذا السؤال أنا الحج الشعبي صار جزء من مرحلة الاستقرار في العراق يعني على الأقل منع سقوط بغداد هذه قضية لا نقاش في عمنا بعد الانهيار الذي حصل في 2014 استطاع الحج الشعبي هذا حقيقة حفظ بغداد حفظ الأمن والآن انتقل إلى الحدود السورية إذن هناك ربما إرادة تريد توظيف أو استغلال الحج الشعبي لمآرب إقليمية أو دولية هذا ليس لصالح الحج الشعبي ليس لصالحنا يجب عدم إقحامه هو مؤسسة بيد القادر عن قوات مسلحة مثل جهاز مكافة الإرهاب ولذلك إشارة للأستاذ رعد أنه عندما يكونها قانون وهيكلة لكل يعني عشين لواء كل لواء يضم بدون انتماءات وفصائل كل لواء يجمع مثل بدر فصائل العصائب نفس اللواء حينها ما يصير اللواء يعمل لبدر أو يعمل للعصائب بعد القانون وبعد الهيكلة والنجاح الإداري لذلك يجب إبعاد الحج الشعبي عن سياسة المحاور والتجارة الضباط الأقليمية والدولية لا يمكن أن يكون معول للتهديد أبدا ليس لصالحنا لماذا يعارض المالكي فكرة دمج الحج الشعبي بالمؤسسة الأمنية ويقول أنه لازم يبقى على هالحال حتى يحقق أهدافه يبقى على الخطوة والالتزام وأن الحشد سينتهي إذا ما تم دمجه بالمؤسسة الأمنية لا هو كلام موجيه يعني أنت إذا جبت الحشد ودخلت للأجهزة الأمنية بعد ما يحمل أي قيمة أو حقيقة مزايا أو سجايا يتميز عين غيره مثل جهاز مكاترها يجيب العنوية الجيش أو الشرطة لا هو خلي حافظ على خصوصياته مع الضباط مع محاسبة مع مراقبة مع قانون شنو الضير يعني قوة ساندة داعمة للقوات الأمنية ليس بدلاً عن الجيش ليس بدلاً عن الشرطة هو يقصد أن هي ستصير مثلبة بحقها لا لا التمييزة عن هاي القوات وكأنما مثلبة بحقها وكأنما هاي القوات صارت قوات ضعيفة ما تأدي دورها ولازم الحشد يأدي دورها لا هو كل واحد لخصوصيات يعني الجيش ربما الشرطة عندما تكون داخل مدينة مبعثة مئنان لأهلها الحشد عندما يمسك خارج الحدود قد يكون له قدر المنع دخول يعني كل حقيقة قوة وتشكيل يحمل صفات معينة لذلك لا يمكن تذويب الحشد ودمجه احنا ما يجينا حتى نروح للطوع بالجيش أو الشرطة لكن مع الضبط مع المراقبة مع المحاسبة هذا الأمر طبيعي مثل جهاز مكافحة الأرهاب الآن قوة منفصلة لكن ارتباطها بالقادة عن قوات مسلحة الحشد فليكن هكذا يعني شو نظب قربك من السيد قاسم الأعرجي وزير الداخلية يعني ما تضح لك شي مثلا من خلال قربك من عنده من تفجيرات البارحة تفجيرات اليوم تفجيرات مروعة كارثية ليش على إثرها ما شهدنا إقالة أي قائد ما شهدنا محاسبة أي ضابط ما شهدنا تهديد بالإقالة بالاستقالة شو كنت رح نسمع بهاي الإجراءات يعني طبعا طبعا حشينا سيد كريم عن تفجيرات اللي صارت البارحة واليوم تفجيرات ترى يعني رغيبة نعم أكون طبعا وأنا حذرت قبل سبوعين ومنها وقلت غزوات رمضانية واستنفار أمن يجب أن يكون وضعت رؤيهم على سبع لم يؤخذ بها طبعا أولا أمن بغداد ليس بيد وزير الداخلية السيد وزير الداخلية سيد خاصم العراجي هذا أولا ثانيا هو عليه فقط الدعم اللوجستي بمعنى الأفراد والسيارات أما السيد خاصم العراجي وزير الداخلية ليس من حقه أن يحرك سيارة أثاث داخل بغداد وفق قانون أو تعليمات عمليات بغداد إذن أنيطت عملية حفظ الأمن في بغداد إلى قائد عمليات بغداد وزارة الداخلية فقط الدعم اللوجستي أفراد وسيارات وعجلات هذا لذلك لا نحمل وزير الداخلية أو هو يعني يحاسب عمليات بغداد يلا تحاسب هناك لديها فرق من الشرطة الاتحادية من الجيش بأمرت عمليات بغداد ليس بأمرت وزير الداخلية هذا الفرق لذلك في وسط بغداد بين الآمنين ما يتحمل مسؤولية وزير الداخلية معقول أستاذ كريم لا لا يعني أمن بغداد عمليات يعني واضح أستاذ والسيد الضيف أيضا واضح عنده أنه عمليات بغداد هي من مختصات قيادة عمليات بغداد وليس وزارة الداخلية مع ذلك هذا لا يعفي من أول محاسبة السيطرات نحن نتوقع نحن شفنا الصورة السيارة اللي دخلت يفترض أكون مسارات هاي السيارة شون يعني مرت من خلال هاي السيطرات وأنت شخصيا أستاذ عمر تتعطل بالسيطرة أكثر من الساعة ما تقدر إذا أكون حتى يمكن عطور في السيارة ينكشف وتتعرق للشغلة إذن القضية حقيقة يحتاج أيضا صرامة محاسبة إلى الآن أنا أتمنى يعني يكون يصير محاسبة تحقيق تحقيق ليس كالتحقيقات السابقة أكثر التحقيقات هذه دماء دماء عزيزة أنتقل لإستاذ رعد إستاذ رعد يعني رئيس لجنة الأمن ودفاع النيابية حاكم الزاملي يقول السيارة جتي من القائم ما أدري من الحويجة يعني شون مثلا أنت استقبلت هذا التصريح شون صورته شمس سيطر عبره ما أعرف يعني هذا التصريح شون أنت عمل معه أنت مثلا كباحث سياسي وأكيد أنت يعني خبير بالشأن يعني عندك الطلاع بالشأن الأمن خلي نقول مو لا خبير فضل يعني يعني أستاذ عمر هذه حقيقة التفسير يعني اللي طرح الأخ الزاملي ملفت للانتباه مثير للجدل حقيقة يعني هو من نفسه يدين القطعات الأمنية اللي متراصفة من القائم أو اللي جاء عن القائم إلى بغداد كل هذه الدينة وليكمل حشدوا شرطة وجيش مو أنا ما عرف أنا ما عرف إذا بديك المناطق هناك بها حشد حقيقة سيطرات حشد من القائم إلى دخولا إلى بغداد ما عرف إذا أكون جوز أستاذ كريم يعرف بها أكثر من عندي ولكن كان من الأجداء أنه يكمل تصريحه ويقول ويطالب بمحاسبتهم أو إقالتهم أو طردهم جميعا يعني حتى نفتهم لأنه يعني في تقديري أنا يعني يعني بتقديري متواضعة وقول أكثر من عشرين سيطرة تعدتها قول يعني زلت من السيطرات الرئيسية ودخلت حولي ودخلت ترابي ولكن يعني بغداد يعني كما قال الأخ كريم يعني إحنا إذا ندخل أي سيطرة من السيطرات في أقل تقدير إذا الدنيا ربيع هي أقل من نص ساعة يعني إذا دنيا ربيع فحقيقة يكمل ذلك يعني للأسف أنه يقول يعني حواضن نازحين وصار عاد هسة الآن أستاذ عمر هاي ملاحظة مهمة ونتمنى على الأخوان أن يتجنبوها حتى لا يصير هذا التعميم لأنه مأساة النازحين يجون يكملوها يخلوهم علامة اشتباه يعني ممكن أن يكون واحد حاضن استغلال الأحداث الأمنية الكبيرة هذه استغلال طائفي مثلا من بعض النواب يطلع نائب يقول مثلا هذا استهداف للمكون الشيعي ويطلع نائب آخر يقول هذا استهداف للمكون السني مثلا في بعض يعني مثل هاي التفجرات شفنا تلاعب بتصريح داعش الأخير تبنيها نعم تم إضافة اسم أحد الانتحارين نسبه للأعظمية إلى آخره شنو أبعاد هاي يعني هذه طبعا هذه المؤسفة هي تصدر من معسكرين فصيلين إن صح التعبير فصيل يتصيد هذه الثغرات الطائفية وحتى يثير النعرات أكثر وأكثر لحصول اقتتال لا سامح الله وهذا لم يحصل في كل الأزمات التي حصلت إلا باستثناءات هنا وهناك أقصد ما بين الأخوة السنة والشيعة لأنهم في بغداد بالذات اللحمة يعني واضحة وتحدى بسرار هذه العملية لماذا يرفض المالكي إذا سمحت لي إذا سمحت لي إذا سمحت لي الأخت أواطف النائب أو أواطف أواطف نعمة أعتقد قالت هاي حرب ضد الشيعة وما شابه مؤسف أن يطلع من برلماني يعني هذا التصريح ليش شنه الكرادة بابها عود سنة يعني حتى إذا ما ساكنين بيها ما جايين يا باب على الفقمة كلها تروح للفقمة مثلاً أو كلها تروح يعني تلجول هذا التصريح شنو دلالات يعني المولي أنه لم أسسه لأنه لم أسسه يقول أنا الذي أسسته ولا كأنه وجاب فتوى من قبل السيد السستاني حقيقة هذه تجرنا إلى ممكن تفسيرات سياسية الرجل يعني مقبل على انتخابات وربما يعني يقول هو يقول في تصريحه أنه اللي يهدد المالكي يهدد للحشد وليهدد للحشد يهدد المالكي تهديد مشترك تقديري الفصائل الحشد ليست هي على هذه الشاكلة بارتباطها أو ربط مصيرها مع شخص معين مثلا يعني مثل السيد المالكي أقول أنه هذه تجرنا أيضا إلى يعني استفسارات وسؤال عميق أنه سيد السستاني حينما أوعز بفتواه الكفائي جهاد الكفائي هل هي مفتوحة هل هي الفترة مفتوحة خلينا أرجع للسيد كريم النوري تمام سيد كريم النوري أريد إجابة موجزة جدا هل في الحجد الشعبي فضائيين والله فعلا ما عندي دليل لا أتحدث مثل هذه قضية استاذ استاذ عمر هي قضية حساسة بها أموال يحتاج دليل كنت أتمنى لو كان لدي دليل أو أنا يعني مخول بالتحقيق عن طريق المفتشية للحشد ممكن أدلي برعية أما أتكلم بها الطريقة قد يكون فيها ظلم إلى الآن ليس عندي دليل بالنفي أوس أو الإثبات لك دقيقة أستاذ كريم أن أريد أن أتعلق بها على مجمل موضوع موضوع التفجيرات والحشد إلى آخر هي تفضل في دقيقة لو سمحت بصراحة أسوأ مما يقال إقحام التفجيرات بالروح الطائفية والمحاصصاتية لتمنى ما أصاب الكراد أن لا يصيب أهلنا في أي مكان في الأعظمية في الغزالية هذا ظلم شديد الذي يفكر بهذا الطريقة هذا يخدم داعش وحتى المنشور في الفيسبوك ربما هذا من صنع فعل من أجل تأجيج الفتنة الطائفية هؤلاء يريدون حقيقة إحداث فتنة من وراء ومن حقيقة يردد ما يقوله الدواعي بأن هذا السيدات المكون محدد كيف يمكن أن يعود الأمل للبلاد أيضا باختصار أستاذ كريم هذا السؤال المهم الذي أنا نسيت أسألك والله مو ما لاختصار هذا السؤال مهم لا لا عفوا في دقيقة باختصار كيف يمكن أن يعود الأمن لا تشرح أنها باختصار خلي نوجز باختصار القضاء على الفساد أي القضاء على الفساد أي حضور أشخاص مهنيين زين بعيدا عن الطائفية زين بدون محاصصة زين وإنسان مخلص زين يقدم مصصحة الوطن على مصصحة الآخرين زين ويكون حاضر في الميدان يدافع عن نفسه ولا يفكر بأن يستفيد من أجهزة الأمنية بأن يقدم نفسه بداءا للأجهزة الأمنية والتسليم ملف الأمنية للحشيد هذا ليس أوانا يحتاج يحتاج مقدمات وظروف موضوعية تمام أستاذ رعد في نصف دقيقة كيف سيعود الأمن إلى العراق باختصار لو سمحت أختم معاك إلى العراق لو للبغداد عراق بغداد كيفك يعني حقيقة وحدة القوة التي تمسك الأمن يعني تعدد الأجهزة الأمنية حقيقة بها شيء إيجابي بها سلبي الإيجابي أنه تنسق تنسق قواها متى ما نسقت قواها أما هذا تضاربة المصالح وكما أسلف زميلي أنه أعمال الفساد مستشرية في أخطر شيء أنه العمل الفساد أنه في الأجهزة الأمنية هذا الخطر المحدق بالمواطن متى ما أزيلت هذه الأمور ربما توفر على جانب أمنية حقيقي وواقعي شكرا جزيلا شكرا لضيوفي الكرام أشكر حضورك معنا أستاذ كريم النور أيضا أشكر أستاذ رعد هاشم الباحث في أشياء السياسي وأنتظر كذلك منكم مشاهدين الكرام مساهماتكم الفعالة في استفتاء حلقة مساجل لهذا اليوم على صفحتي في تويتر صفحة عمر الجمال بعد تصاعد وثيرة التفجرات الأخيرة الأرهابية الجبانة كيف سيتحقق الأمن في البلاد هل بإصلاح الوزارات الأمنية أم بتسليم الأمن لقوات شعبية أم بدمج القوات الرسمية والشعبية إلى حد هذه اللحظة التصويت مع إصلاح الوزارات الأمنية ولا ندري إن كانت هذه النسبة ستتغير إلى يوم غد أم لا أشكر لكم متابعتكم وأتمنى لكم طيب الوقت إلى اللقاء سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم